ايه بقى وادي العلوم والتكنولوجيا؟ لشان المصطلح ده مهم؟ وادي العلوم والتكنولوجيا هو المركب التالت لمدينة زويل مدينة زويل بتتكون من ثلاث مركبات أساسية المركب الأساسي الأول هو الجمعة جمعة العلوم والتكنولوجيا والمركب التاني هو المعاهد البحثية بيندرك تحتها مجموعة من المراكز البحثية مخرجات البحث العلمي سواء من المعاهد البحثية أو من الجمعة من الطلاب من الأسدزة دي كلها بتخرج في صورة منتجات للمجتمع من خلال وادة العلوم والتكنولوجيا هو دور وادة العلوم والتكنولوجيا هو الربط بين احتياجات الدولة واحتياجات المجتمع واحتياجات الصناعة وما بين المدخل اللي بيخرج من الجامعة وما بين المراكز البحثية النقيل ايه انواع الدراسة اللي موجودة عندي في جامعة زويل بشيء من التفصيحاتك ادتلي عنها معلومات سريعة لما كنا تحت نعم احنا عندنا لو قدرنا نقسم البرامج الاكاديمية اللي موجودة عندنا عندنا برامج للعلوم برامج للهندسة وبرامج لعلوم الحوسبة والزكاء الاصطناعي لو جينا على بالنسبة لبرامج الهندسة عندنا خمس برامج برنامج علوم الالكترونيات وتكنولوجيا النانو فيه عندنا كمان برنامج الهندسة البيئية برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات فيه برنامج هندسة الطيران والفضاء والبرنامج الاخير عندنا برنامج الهندسة البيئية برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج هندسة الطيران والفضاء عظيم جدا ده برامج الهندسة في عندنا برامج العلوم عندنا فيزياء الأرض والكون في عندنا برنامج الطب الحيوي في عندنا برنامج علوم النانو وبرنامج علوم المواد نروح بعد كده لبرامج علوم الحوسبة والزكاء الاصطناعي وده اللي هتبدأ الدراسة بمشيئة الله شهر سبتمبر تنطلق البرامج الجديدة دائيا عندنا فيها تلات برامج برنامج علم البيانات والزكاء الاصطناعي برنامج تكنولوجيا المعلومات والبرنامج التالت هو برنامج تطوير البرمجيات حلو جدا السؤال بقى اللي يجي على بالي كل هذا الشكل زي ما برضو كنا بنتكلم ده شكل بتاع بلاد بره جدا طريقة الدراسة إيه يعني أنا هتعلم هنا بقى إزاي كل دي البرامج والتخصصات وما إلى ذلك طريقة الدراسة ونمط الدراسة وهل هي مختلفة عما عرفناه وعهدناه خلال عشرات السنين من نشأة جمعة القاهرة أو كانت جمعة أهلية زمان حتى هذه اللحظة هو التميز بتاع مدينة زويل بيجي منذ وبدء التحاق الطالب بالمدينة حتى تخرجه وحتى المتابعة بتاعته بعد ما يتخرج هنبدأ من طريقة اختيار الطلاب عندنا الطلاب عندنا بيتقدم ليه بالنسبة لبرامج العلوم وبرامج الهندسة بيتقدم لامتحان قبول امتحان القبول دوا او اختبار قبول بالنعليه الطالب بيختار خمس موضوعات من سبع موضوعات فيزياء كيمياء بيولوجي ماث وان ماث تو ولوجيكال تينكينج وان ولوجيك تينكينج تو بيختار خمسة من السبع دولة بيتم اختباره فيهم واذا تم اكتيازهم بيبدأ يعمل انترفيو مقابلة شخصية واختبار كمان او تحديد مستوى اللغة الإنجليزية دول مع بعض بنبدأ نختار منهم افضل طلاب متقدمين للمدينة ومع مجموع السنوية العامة بنقضوا برضو في الاعتبار ولكن اختبار القدرات بتاعنا بيبقى عليه وزن معياري اكبر وبيتم قبول الطلاب بناء على ذلك بالنسبة لكلية علوم الحوسبة بيتم عمل مقابلة شخصية وبيتم عمل تحديد مستوى للغة الإنجليزية للطلاب وبيتم قبول الطلاب ده من ناحية القبول فهو مش قبول عادي من خلال مكتب التنصيق ده قبول مدقق نعم طف جدا يعني عشان نقبل الطالب عندنا في مدينة زويل لان مدينة زويل مبنية على الجدارة بالدرجة الاولى جدارة الطالب اللي تحق بيها وجدارة الطالب للاستمرار في الدراسة بيها ينطلق بعد كده الطالب لعملية التعلم بدءا من وضع البرامج ذات نفسها يعني وضع البرامج والخطط الدراسية بالنسبة لها والمناهج ومتطلبات التخرج احنا بنبدأ زي ما بيقولوا ابدأ من الاخر خالص انت عايز ايه ونبدأ نطبقه من البداية خالص فاحنا بنشوف متطلبات الخريج دوان دوليا من اكبر هيئات دولية للاعتماد بتتطلب ايه في الخريج دوان ايه الجدارات اللي هو لازم يكون ملم بيها ايه المهارات اللي هو لازم يكون متعلمها ونبدأ نضع المقرارات والمناهج بتاعتنا من اول يوم لدخول الطالب حتى تخرجه ونتأكد انه هو حقق هذه المتطلبات اللي تمكنه بعد كده للانطلاق اما لسوء العمل دوليا وليس محليا وده كان بيتطلبه سيادة الرئيس ان عايز الخريجين بتوعنا انه هو يقدر يشتغل في اي مكان في العالم واحنا الحمد لله بنقدر نحقق هذه المتطلبات بشهادة دولية بشهادات اكبر شهادات دولية على هذا الانجاز ده من ناحية الخريج مش كده بس ده ان الخريج بتاعي كمان بيقدر ينطلق للمجال البحسي او للمجال الاكاديمي بشهادات الحمد لله من جامعات كبيرة جدا على مستوى العالم بتطلب خريجنا قبل تخرجهم ايضا للتحقي الجامعات الدولية ترجمة نانسي قنقر